موسيقى 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 و أن أعلم الناس أخبرك أننانا يحصل على مرائب الناس لدينا نحن كلمن أجل أن يعلم الناس وأماكن أخبرتها الأخرى الناس وأنا أخبرتهم أنهم في المراءاء وأعلمنا موسيقى ستقوى الأولى يتقوى من مرائب الناس براء هو eagle panda beer deer kangaroo parrot giraffe lion camel inside inside outside day today night tonight make up walk by bathroom vegetables newspaper newspaper tick out tick out rubbish rubbish maybe maybe daughter daughter sun 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 rain cloudy cloudy geant geant fact fast 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 slow slow sunburn 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 هاي تعال بقى ندي فوكوس كده على بعض الكلمات إحنا زي ما عارفين إن فيه فارما بين bathroom و toilet رحلة الباثروم ده برايفت دي حاجة خاصة بك وبأسرتك في البيت بطويلة تستطيع تجدها في المال، في المجموعة، في المجموعة، في المكين في المنطقة لطاق حاجة للمكان، كل الناس في المكان تقدر تستفيد منه لكن الباثروم دي حاجة اخضر لك و لك و لك و لك فامل يدد كمان عندنا sun و sun sun بمعنى ابن أو sun بمعنى الشمس كمان عندنا geant geant يعني it's very bag كمان عندنا beer beer يعني dip and deer deer يعني غزالة ولو انت غيرت l بعد l هتبقى deer كلمة تانية خالص بمعنى عزيزي جمان هنقدر نزود على الكلمات اللي عندنا دي لو هو مثلا جابلك choose the circle the odd one out تختار الكلمة المختلفة لو عندك parrot و عندك eagle و عندك sparrow مثلا اللي هي عصفورة و عندك lion تقدر تجيب اي تاني تقدر تجيب falcon 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 يعني سقر يبقى eagle نصر falcon ده يعني سقر لازم تنوع من الكلمات اللي تقدر تعرفها علشان وارد انك تتسائل فيها اذا ما كانش دلوات يبقى بعدين درس بسيط جدا هو الباست الباست باست استمرت فيه وفضلت مستمره لوقت طويل وبعد كده جي حدس تاني قطعها الحدس اللي كان مستمره في الباست اللي هو بيبقى اسمه past continuous ده حدس استمر الوقت وجي الحدس قطعه وهو الأقدم يعني حاجة حصلت في الباست استمرت لوقت وجي حدس تاني قطعها يبقى مين فيهم الأقدم الحاجة اللي كانت مستمرة في الباست هي الأقدم اللي هي في الحالة اللي عندنا هنا يجب ان لنظر الان مثل شباب الحب هو الحب الوضع ممالكة هذا المged هناك الحصول على ممالكة نضع الضماير مع نضع الضماير مع نضع المشكلة اي فعل المتكالي يجب أن نضع الضماير مع نتكون من ايه من سبجكت لو هي شي ات اي مع واز بلاس فير بلاس ايني جي طيب مع وير وير بلاس فير بلاس ايني جي تيجي مع وي وزاي طب ده كده شكل بوس كونتينيوس طب الجملة باي بباش شكلها ازاي عندنا لينكينج ويرد هي وين احنا خدناها بمعنى ايه اذا كوستن ويرد خدناها بمعنى متى طيب احنا عندنا وين دلوقتي هنستخدمها ازا لينكينج ويرد ومعنىها عندما لينكينج ويرد وركنجنجشن يعني رابط هنستخدمها كرابط ببتوين تو سنتنسز كنا خدم درس ده في الفاميلي السنة اللي فاتت والترم اللي فات برضو كان عندنا فيه تنويه بنستخدم وين تو لينك تو سنتنسز تو تنسز بنربط بيها ما بين زمنين وبين جملتين زي ما شايفين قدامنا ان وين لازم يجي قبلها باست كنتينيوس وبعدها باست سامبر ده ايفن ان وين جد في النص ان دا مادل بزا سنتنس طب وات هابن اذا وين ستارتد ان دا سنتنس ابتدنا بيها الجملة باست سامبر هي وين بيجي بعدها ايه باست سامبر يبقى هيجي بعدها باست سامبر برضو لو جد في الاول والجملة التانية باست كنتينيوس انا كنت نايم لما منجت يبقى انا كنت نايم دا حدث كان مستمر الوقت طويل في الماضي وفجأة ان منجت دا حدث كتنج سامبر لدينا أيضا من الجملة وين يو وين يو فون وين يو فون ولا غو صف موصف 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 من فأنا عندي هنا فعل فون فون يعني يتصل غير فون كناون بمعنى هاتف عشان كده قلنا لازم نعرف الكلمات بأوضاعها إيه ناون إمتا وفرب إمتا Of course فوند So the correct answer will be When you فوند لما اتصلت I was eating أنا كنت بأكل الحدث الأقدم هو إيه والباست كنتينيوس I was eating أنا كنت بأكل وفاجأة you found me أنت كلمتيني I'm telling طب لو أنا عايز أعمل question لو أنا عايز أستخدم ها في سؤال هنجيب question word plus was or where plus subject plus verb plus ing وبعد كده جيب when followed by a past sample طب ما تيجي نشوف example كده مع بعض What was she doing When the tiger ran by What was she doing When the tiger ran by هنجيب نقول إيه She was taking on the phone When the tiger ran by She was talking on the phone When the tiger ran by What were you doing When the deer walked by I was talking on the phone I was talking on the phone تبقى to sum up all the instructions عشان كده نرجع مع بعض الزمن بتاعنا كله إحنا عندنا زمن اسمه past continuous Past continuous يعني ماضي مستمر أي فعل أي زمن عشان نجيب فيه حالة الاستمرار علشان تدور العجلة عشان يستمر عشان يبقى متحرك لازم نحطله ال-ING Past continuous بيفكرنا بإيه؟ بيفكرنا ب present continuous present continuous كان بيكون من إيه؟ Am is are plus verb plus ing طيب Past بتاع am is هنا أهم فعل في الإنجليش هو verb to be صح؟ تمامي Past بتاع am is a was طب past بتاع are where طب يبقى was هتدي هتيجي مع مين؟ هتيجي مع I وهي وهي شيئت وهي هتيجي مع مين؟ مع we وزي Both of them followed by verb plus ing اللي اتنين هيتبعهم فعل لما تضافلوا ing لحد جدا تكوين الزمن مضبوط تمامي طبعا عشان أستخدم بقى الكيوردس بتاعت الزمن إيه؟ حنا عندنا وين وعندنا while as and just as تمامي اللي هناخده بس دلوقتي هو إيه؟ وين 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 معناها متى؟ نعم برافو هي وين معناها متى؟ بس إمتى if it comes as a question word لو إحنا استخدمناها كأداة استفهام طيب what happened if it will be a linking word لو هي كانت أداة لربط between two tenses or between two tenses there it means become معناها عندما طب قاعدة وين إيه؟ مدام هي بدور بين جملتين؟ يبقى ذاة first sentence if the when come in the middle لوين جات في النص يبقى before it أبلها we have past continuous and after it we have past sample طيب لوين جات في الأول إحنا تفعنا أنه وين هي جي بعدها إيه؟ past sample يبقى جملة التانية تبقى past continuous that's our session today if you have any concern or any problem don't forget to contact with us at our facebook page or our online channel on youtube thank yous for keep listening and see you soon with my best wishes yeah you could be the greatest you can be the best you can be the king Kong banging on your chest you could be the world you could be the war you could talk to that girl banging on his star you can throw your hands up you can be the clock you can move a mountain you can break rocks you can be a master don't wait for luck dedicate yourself and we can find ourselves steady in the hall of fame